موسيقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله صيامكم وأعمالكم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لنا في هذه الحلقة ثلاث منجيات وثلاث مهلكات قالوا يا رسول الله ما هن اهتموا جدا لأن النبي يقول منجيات ثلاث ينجينا الإنسان في الدنيا والآخرة وثلاث يهلكنا الإنسان في الدنيا والآخرة قالوا ما هن يا رسول الله قال خوف الله في السر كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرك يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله هنا أنه حينما أشعر بأن الله رفيقي أشعر بأن الله صاحبي أشعر بأن الله أنيسي أشعر بأن الله معي هذا الأمر سيجعلني أرتدع عن كثير من الأمور السيئة بمعنى آخر أو بمصطلح حديث يجب أن لا أشعر دوما كإنسان مؤمن أن هناك فراغ حولي الإنسان المادي يقول أنا لا أؤمن إلا بالماديات والحسيات من ماك أحد يم فيعتبر أنه لا يوجد أي شيء حوله الإنسان المؤمن فرق عن الإنسان المادي لا يوجد فراغ لديه هذا الفراغ يملأه الله أرجو أنه الفكرة وصلت دأب السطح هذا الفراغ يملأه الله يقول النبي أول واحدة منجية هي أن الله عز وجل يراك حتى وإن لم تكن أنت ترى فتخاف الله في السر كما تخافه في العلالين الثانية العدل في الرضا والغضب هذا ينجي الإنسان دوما بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا مو أجي أحب إنسان راضي عنا أمجد 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 الحد ما أقلها أسوي مقدس غضبت عليها أنزل أنزل الحد ما أسوي شيطان يقول النبي هذا خطأ هذا رح يوقعك بمشاكل رح يخلص صورتك أمام الناس سلبية لابد أن تكون منصفا وعادلا سواء رضيت أم غضبت اتفقت مع هذا الإنسان أو اختلفت معه لابد أن تكون عادلا تذكر سلبياته وتذكر إيجابياته بغض النظر عن غضبك منه أو رضاك عليه هذا الثاني الثالثة القصد في الغناء والفقر بمعنى توفرت لدي الأموال أو لم تتوفر لابد أن أضع خطة للصرف المالي أن أكون مقتصدا أن يكون كل شيء لدي تابع لتخطيط البعض في مجتمعنا دي يسير بسيرة خاطئة شي يقول يقول خليها على الله اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هذا خطأ يقول النبي أنا لم أبعث بهذا الأمر أنا رسول الله محمد نبي الإسلام كلمت المسلمين قبل ألف وأربعمائة سنة قلت القصد في الغناء والفقر ولم أقل أبدا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب على المسلمين أن يتبعوني لا يتبعون أمثلة وأمزجة وأهواء بشرية كنت غنيا أو كنت فقيرا لابد أن تضع الدرهم والدينار في المكان المناسب له لا يصح أبدا أن تكون مسرفا هذه الثلاثة المنجيات الثلاثة المهلكات ما هن يا رسول الله يسأله المسلمون فيقول هوى متبع بمعنى أن الإنسان الذي يتبع حواه ولا يتبع القرآن ولا يتبع الشريعة هو إنسان سيفشل حتما أكرر السيدات والسادة سيفشل حتما لأن الهواء غير مضمون أنا اليوم مزاجي يراقي أنا مزاجي جيد عجبني أن أفعل هذا الشيء ثاني يوم مزاجي غير جيد تشوفني أعرضت عن هذا الشيء هذا خطأ هذا الهواء اليوم عجبني أمدح فلان باتر عجبني أذن فلان اليوم عجبني أشرق باتر عجبني أغرب هذا الهواء من يتبع الإنسان النبي يقول سيفشل ختما بعد يا رسول الله قال شح مطاع المهلك الثاني شح مطاع يبخل الإنسان يبخل المجتمع بالعطاء على المجتمع هذا خطأ أن يأمر الناس بالبخل أن ينتشر البخل أن ينقطع سبيل المعروف لا هذا يساعد هذا ولا هذا يقف على هذا أن يتبع الإنسان ويطيع شح نفسه ولا يتبع ويطيع كرم نفسه هذا يهلك وبالفعل تخيل معي يتيما لا يساعد تخيل معي فقيرا لا يساعد تخيل معي أرملة لا يوقف معها تخيل معي والدين كبرا في العمر لا يساعدهم الولد ماذا ستكون النتائج مدمرة وكارثية لاحظوا النبي كيف دقيق شح مطاع هوى متبع هذا يهلك بعد يا رسول الله قال اعجاب المرء بنفسه الله الله يا محمد كم أنت دقيق أن يعجب المرء بنفسه هذا سيجعله من الهالكين لأنه لن يقف على عيوبها لن يقول أخطأت صدقوني الإنسان المعجب بنفسه لن يقول أخطأت ومن لا يقول أخطأت سيضعه الآخرون برأسهم وسيخطئوه رغما عن أنفه وهذا سيؤدي إلى عزلة وجدار سميك بين الإنسان وبين من حوله لكن الإنسان الذي حين يخطأ يقول أخطأت سيتعامل معه المجتمع بكل أريحية وإنسانية أرجو ألا تضعوا حديث النبي خلف ظهوركم فالذي يتحدث هو محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة